اشتركوا في القناة سلام البنات ان شاء الله تكونوا بخير و دائما فرحانات و كل وردات ان شاء الله يا ربي البنات اليوم جيتكم بوصفة جديدة كان بزاف اللي طلبوها مني وهي وصفة وصفات لتخصيص أو وصفات الأكل المتوازن مستخدم يعني ان يضيفت الوزن تجد نقص في الوزن تم تحديد الوزن كما الماء يجري سوى 3.5 او 3 في القناة الماء مليح للشعر الملح للبشرة ويساعد ثانية على انقص الوزن المملح بثاف و المشيه ثاني لازم نمشه إذا لم تفعل سبور و لم تكن قادرة تفعل سبور أو لم تكن لديك إمكانيات لكي تذهب إلى سبور عندك تمشي ثلاثين دقيقة في النهار يالو كان في الدار امشي في الدار كي تكون تخدمي شغلك حركي المشيه مليح بثاف تعاون ثانية لكي تنقسم الوزن نمر لطريقة لتحضير هنا انا عندي زوج حبة قرعان كورجيت ثوم 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 الزوج الزوج في المدافع كي يوم لكي لا يأخذ وقت كبير في طيب يعني يطبلي بيبه لا يطول نبدأ في تحذير المقادر هنا عندي الكعجة نقطعها كما تحبي تحبي تقطعها مدورة تحبي تقطعها كاري صغيرة كما أنا يعني كل واحدة كيف تفضل الطريقة التي تحبها تكون سهلة كما قلت لكم البنت الصفرة هم جاي لازم انتهله شوية رحنا رمضان فات وقع زاد نفل وزن يعني ما زادت زوج كيلو زادت كيلو وهذه هي الفرصة باش نقصوهم يعني قبل ما يلحقنا الصيف ويبدأوا العراس يعني طريقة سهلة تعرفي كيف تأكلها وكيف تأكلها وكيف تأكلها يعني تنقصي الوزن بدون حرمان لا تحرم ما يروحك من والو لا تحرم وكيف تأكلها وكيف تأكلها والنزيدة ونضع الفرصة فأنا نضع الفرصة ونضع المعدن نضع ونضع هنا سوف نضيف التوابل هنا سوف نستخدم الزنجاب المرحيم رس الحانوت الكمون الكوركم ثم بودرة طبيعة الحال لدي الملح لا تكثر من الملح يعني غير مياه قليلا ثم بودرة الزنجاب الملح الوزن. وهنا عندنا مغرفة صغيرة تع الزيت. الزيت نقصي كده ما قدرتي. انا ما نعمرهاش. نزيدو عليه شوية ما شوية برك. يعني باش نحمسه. ما يلصقناش وما بحرقش. كمية قليلة تعلمو. ننشع له عليها. ونغلق عليها البنت ونخلوه. حتى يتقل لنا. ونزيدو له شوية ما. بس كل قرعة على الكورجيت تطلق الماء. انا هنا الجج تعيي عموطب. نطفي عليها. انا دائما نخلص درتع الجج. يعني فيه كمية قليلة من الدوهن. انا هنا هنا يلصص هذه اللي طب فيها الجج. نحيط الجج تعيي. هذه اللصص نزيد عليها شوية ما ونغلي فيها الروس. ونزيد. بعد ما تقللت. الكورجيت تطلق. نحن نضيف. نحن نضيف. 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 جزعة غريبة. نضيف. هل لدي زعفران. نضيف. نضيف. قرق. لما يعطينا اللون للصبغة والصبر. قمت باستعمال قمت باستعمال وستضع حمسة النقاط لا دافئ ولا مسخن قمت باستعمال لا أزل هذا المفتح أزلت من قليلا نغطي عليها ونجعلها طيب هنا المتاعرة نزيد لها هذا كالرز اللي كنت شمخت مقبل في المسخون نجعلها طيب نزيد الملح ولكن لدي الملح في الجج ونجعلها طيب على جانب ونجعلها طيب الخضر التاعي طابت والرز التاعي ثاني نحضره طابق كبير نضيفه كل شيء نضيفه الخضر التاعي نضيفه الروز والجج هنا لدي ميزان لدي حق في الأغضاء 120 قرم تاع الجج ولا فيونداشي ولا لحم ولا طولة زج بيضة أنا اليوم وجدت الجج سوف نضيفه 120 قرم تاع الجج أحضره بوصد بحق بحق مولة أقضره بحق 120 قرم بحق 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 أحضره بحق تنباً 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 نضيف المنزل نضيف المنزل نقوم بمية نقام للرز هذا هو الرز يعني لكركم أعطي لون ما شاء الله أنا لا أريد أن نرى الرز كبير فأريد أن يكون هذا صفر يمت شوية لون يعني تفتح لك الشاهية احنا عندي 100 قرم تعروز وهذه 100 قرم تعروز لما لا يوجد ميزة سوف نقسمها ونكيلها لها بالمغرف تعملها هذه 1 ثلاثة ثلاثة حوالي 5 مغرف 4 5 5 مغرف يعني 5 مغرف 5 مغرف تعروز والخضراء الخضراء الخضراء بالكمية اللي حبيتها يعني أنت انت اللي تحكمي الخضراء مليحة تحكمي في الكمية اللي تحبيها هذه الوصفة الثانية للهر اليوم هذه الوصفة المكلة التاعي بتاع الغداء هذا وشواني رايحة ناكل على الغداء وعلى الشيئ لك نقف في ظلك قاعد لك حبيت تزيدة لا تزيدة طيبة تأكل نفس الكمية أنا نطيب على خطر نطيب قسل يوم وغدوة ساعات يكون عندي ليرانديبو ولا نخرج ولا تكون عندي خرجة ولا عرضة نوجد المكلة التاعي مقبل هكذا نكون هانية عندما نكون هانية عندي وش نفطر